بدأت لونة الفارسة الشابة رحلتها مبكرا حينما انتبهت إلى ذلك الحب للفروسية وهي تزداد تعلقا يوما بعد آخر بالخيول وجمالها وبالحركات الرشيقة التي تقود تناسق الخيول في المضمار بديت من عمر 22 سنة تقريبا صليت 3 سنوات 3 سنوات ونصف عني بهذا المجال أهلي هم دعم الأخبر إلي أم وأبويا وأخويا هم كانوا دائما سند إلي فكانوا يشجعوني لما أسوي حركة جديدة عشان تيدي كل شي حلو استمر أو هم مرات ينطوني أفكار أن أسوي هذا الشي جديد أشوف حركات بهلوانية أو أي حركة شانت بالإنترنت وأرجع أقل لهم كل عالم كله متوجهه على الخيل الخيل شي كله يشحلو يصير صديق الإنسان بسرعة فالشي كله يشحلو رياضة من حلوة رياضة الخيل كل يوم الخيل ينفحص أدنا ينفحصا إذا مريضنا يحتاج لألاجة عالجة ويحتاج اللقاح لازم يتلقاح ولكل ثلاث وجبات باليوم أربع وجبات باليوم يعكلون يسبحهم كل يوم يسبحهم لازم لونا اليوم مدربة لكافة الفئات العمرية ومن كيلة جنسين ما شجعت الفتيات من صديقاتهن وغيرهن من ممارسة الفروسية وكذلك المشاركة في المسابقات المحلية والمهرجانات أنا تقريبا صار لي سنة ونصف أركب الخيل ودائما أمي وحتى هسا عطلة ماكو مدرسة يومين أجي أركب خيل نروح للبيت إنها واحدة من عشرات الحكايات من الفتيات العاشقات لونا التي أحبت الخيول بتشجيع من الأهل والأصدقاء لبرنامج صباح الخير يا عراق فاتن عبد الرزاق أربيل